بسم الله اتكلمنا في الوحدة اللي فاتت على الشحنات الكهربية وعرفنا مقدمة عنها فعرفنا ان الشحنات الكهربية بتأثر على بعضها عن بعد وان الشحنات المختلفة بتتجاذب والشحنات المتشابهة بتتنافر الوحدة دي هتبقى هنتكلم او هنتعمك اكتر في ازاي الشحنات بتأثر على بعضها فهندرس حاجة اسمها المجال الكهربية تعالوا نعرف يعني ايه المجال الكهربية تعالوا نتخيل كده بمثال بسيط لو أنت عندك أسد الأسد دوت لو أنت الأسد ده مربوط وإنت عايز تعدي من جنبه فهتعمل إيه؟ أكيد هتبقى خايف فمش هتعرف هل أنت هتعدي من هنا ولا من هنا ولا من هنا فبنقول على المنطقة اللي بيأثر فيها الأسد بقوته يعني على حسب ما الحبل اللي هو مربوط بيه جيبه فهي دي منطقة القوة اللي بيأثر فيها الأسد فدي نفس الفكرة بتاعة المجال الكهاروبي بتاع أي شحنة أو عارفين برضو لما بنلعب ألعاب سواء عربيات أو كده وبتاخد حاجة اسمها حماية فبتعملك زي دايرة حواليك كده لو فيه أي حاجة خبطت فيك في المساحة دي فالدائرة دي بتحميك فكذلك المجال الكهاروبي إيه هو المجال الكهاروبي؟ هو خاصية من خصائص الفراغ بتبقى حول جسم مشحون أي جسم مشحون بيبقى حواليه دائرة كده الدايرة دي هي منطقة التأثير بتاعته هي اللي بيفرد فيها عضلاته كده وأي حاجة بتدخل في الدائرة دي بيأثر عليها بقوته بيبز القوة على أجسام أخرى مشحونة في المنطقة المحيطة بيدي أو هو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربية اللي بيظهر فيها تأثير القوة الكهربية طيب حدود المجال دي بنعرفها إزاي؟ فزي المثال بتاع الأسد هل أنت هتجرب بنفسك وتعدي وتشوف الأسد هيأكلك ولا لأ؟ فتعرف إن دي حدود المنطقة بتاعته؟ أكيد لا مش هتضحي بنفسك أم ما بتعمل إيه؟ هتقوم رميله مثلا حتة لحمة أو عضمة وتشوف الأسد بيجرى عليها لو جابها يبقى دي منطقة التأثير بتاعته لو ما جابهاش يبقى المنطقة بتاعته بتقف لحاجة لمنطقة قبل الحتة اللي انت رميت فيها دي فده اللي نفس اللي عملوا علماء الفيزياء عملوا إيه؟ أموا جايبين حاجة صغيرة العضمة اللي احنا رميناها دي في الفيزياء هي شحنة اختبار موجبة يعني أموا جايبين شحنة موجبة وصغيرة جدا هنعرف ليه صغيرة فالجسم ده لو مشحون سواء بشحنة موجبة أو سالبة لما تبدأ تدخله في المجال الكهرابي بتاعه شحنة موجبة فإيه اللي هيحصل فأكيد الشحنة الأساسية دي هتؤثر بقوة على شحنة الاختبار الموجبة دي سواء تتنافر معها فشحنة الاختبار دي تتأثر بقوة الخارج أو تتجاذب معها فتتأثر بقوة للداخل فإيه فايدة شحنة الاختبار الافتراضية شحنة الاختبار دي لازم تكون عارف إن هي عليها خاصيتين إن هي موجبة وإن هي صغيرة طب ليه صغيرة بنقول عشان لو أنت أنت عايز تقيس دلوقتي قوة المجال بتاعت الشحنة الأساسية دي فأنت مش عايز تدخل لها حاجة كبيرة تنفسها وتقلل من قوتها أنت عايز بس يدوب تدخل لها حاجة صغيرة وتقيس قوتها عليها فالقوة اللي أنت هتقسها دي هي قوة المجال الكهرابي الفعلي لها لكن تخيل لو أنت جبت شحنة هنا كبيرة هي فعلا هتتأثر معاها بقوة ولكن القوة دي مش هتبقى معبرة عن المجال الكهرابي الفعلي للشحنة الأساسية اللي احنا بنقسها فعشان كده بنقول أن شحنة الاختبار لازم تكون صغيرة عشان تأثرها يكون طفيف في الشحنة اللي بنختبرها فأحنا عارفين من قانون نيوتن أن أي فعل لي رد فعل فزي ما القوة دي بتأثر على دي بقوة تنافر فدي بتأثر عليها كمان بقوة تنافر فأنا عايز أقل قوة تتأثر بيها الشحنة الأساسية فعشان كده بنقول أحنا مش عايزين نعيد توزيع الشحنات اللي احنا بنحاول نقسها فنأثر على المجال الكهرابي اللي احنا بنقسه فعشان كده بنستخدم شحنة صغيرة طيب فشحنة الاختبار دي زي ما قلنا كده ليها استخدامين أول استخدام عشان أستدل أصلا فيه في مجال الكهرابي هنا أو لا يعني لو عندي مثلا صاق وعايز أعرف الصاق دي مش حونة أو لا والمجال الكهرابي بتاعها لغاية فين فأجيب شحنة اختبار موجابة والله اتأثرت بكوة يبقى في مجال الكهرابي هنا لو ما اتأثرتش بكوة يبقى ما فيش مجال الكهرابي هنا طيب وтоاني حاجة إن أنا أجيب أحدد اتجاه المجال الكهرابي الناتج عن مجموعة من الشحنات عند نقطة يعني لو أنا عندي شحنة موجابة وشحنة موجابة وشحنة سالبة فعايز أجيب عايز أعرف لو أنا حطيت شحنة مثلا في المكان ده هتتحرك فين أنهي واحدة من التلاتة دول هيكون تأثيرها كبير فبنحط شحنة اختبار مجابة صغيرة هنا واحسب تأثير القوة دي عليها واجيب القوة المحصلة فبنحدد اتجاه المجال الكهرابي الناتج عن مجموعة من الشحنات عند نقطة طيب عايزين نعرف بقى ايه هي شدة المجال الكهرابي شدة المجال الكهرابي زي ما قلنا عندنا شحنة أساسية وليها مجال حواليها هنحط جواها شحنة اختبار مجابة فأكيد هتتأثر بقوة فالعلماء مؤيسين القوة دي وقسموها على مجدار شحنة الاختبار اللي هنرمز لها بالرمز Q- ويبقى هو دوت شدة المجال الكهرابي هي القوة اللي بيتأثر بيها المجال الكهرابي على شحنة اختبار موضوعة في تلك النقطة مقسومة على مجدار تلك الشحنة يبقى القوة اللي بتتأثر بيها الشحنة على مجدار تلك الشحنة هي ديت اللي بنسميها شدة المجال الكهرابي اللي بنرمز لها بالرمز I حلو طيب شدة المجال الكهرابي بتتأثر بايه؟ الF بتتأثر بالنيوتن والشحنة بتتأثر بالكولوم فافهم من كده ان شدة المجال الكهرابي بتتأثر بوحدة نيوتن على كولوم طيب اتجاه المجال الكهرابي هو نفسه اتجاه القوة المؤثرة في الشحنة داخل المجال شحنة الاختبار يعني ايه؟ هنعرفها كمان شوي يعتمد مجدار القوة المؤثرة على شحنة اختبار على مجدار المجال ومجدار الشحنة يعني القوة اللي بتأثر على شحنة موجودة في مجال بتعتمد على قوة المجال ده ومجدار الشحنة نفسها يعني كلاما شحنة الاختبار دي زادت كلاما زاد القوة ليه؟ لان القوة اللي بتأثر على شحنة من قانون كولوم كان بتسوي ايه؟ هنسمي الشحنة الاسية دي Q كبيرة او Q كابتل والشحنة الاختبار اللي جوه المجال دي هنسميها Q داش فالقوة اللي ما بينهم بتسوي ايه؟ K في Q في Q على مربع المسافة ما بينهم وبالتالي القوة اللي بتأثر على شحنة موجودة داخل مجال بتتأثر بايه؟ بتتأثر بمجدار الشحنة نفسها وكمان بمجدار المجال هل هي محطوطة في مجال قوي ولا ضعيف؟ طيب هل خلي بالكم النقطة دي قوي مقدار القوة قلنا ان هو بيعتمد على المجال والشحنة ولكن هل مقدار المجال بيعتمد على الشحنة؟ هتقول لي اه القانون بيقول ان ال اي بتسوي اف على Q داش فياكيد بيعتمد على Q داش فهقول لك لا تعالى كده نحلل ال اف اللي موجودة في القانون فال اف ديت اللي هي القوة اللي بتأثر على الشحنة زي ما قلنا ان هي بتسوي K في Q في Q داش على ار تربيع طب شيل ال اف من القانون وحط اللي انت قلته ده وعندك تحت دي كده ال اف على Q داش فهتلاقي ايه ان Q داش راحت مع Q داش فتفهم من كده ان شدة المجال ما بتعتمدش على الشحنة اللي داخله جواه ومال بتعتمد على ايه بتعتمد على الشحنة الاساسية اللي هي مصدر المجال اللي هي دي يعني لو انت دخلت هنا شحنة صغيرة شحنة كبيرة شدة المجال مش هتختلف انت بتعتمد على الاسد نفسه وقوته لكن لو انتر مثله عظمة او حتة لحمة كبيرة او صغيرة ده مش هيقصر في قوته فعشان كده بنقول ان شدة المجال الناشئ عن شحنة بيعتمد على الشحنة نفسها مقدار الشحنة نفسها يعني شحنة مثلا تلاتة كولوم مجالها اكبر من شحنة واحد كولوم وهكذا فبيعتمد على مقدار الشحنة وعلى مربع المسافة اللي انت واقف عندها فلو عندي شحنة عاملة كده فالمجال هنا احنا كده من القانون ده بنستنتج ايه ان شدة المجال بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة يعني كلما زادت المسافة كلما قل المجال يعني كلما بتبعد عن الشحنة كلما قلت شدة المجال عند النقطة دي طيب فده الربط ما بين قانون كولوم وشدة المجال فنفهم من كده ان المجال الكهرابي وخلي بالكم النقطة دي لا يعتمد على مقدار شحنة الاختبار اللي هي دخلة المجال وما اللي بيعتمد على ايه على الشحنة الاساسية اللي هي المصدر والمسافة ما بين الشحنتين طيب تعالوا نعرف بقى المتجهات المجال ديت الخصائص بتاعتها خصائص متجهات المجال بنقول ان طول السهم بيمثل شدة المجال واحنا عرفنا ان شدة المجال بتقل كلما بعيدنا عن الشحنة وبالتالي زي المنظر اللي احنا شايفينه ده طول ما انت قريب من الشحنة كلما خطوط المجال اطول فده معناه ان شدته هنا اكبر كلما بتبعت كلما خطوط المجال طولها بيقل يعني شدتها بتقل فدي اول خاصية من خواص خطوط المجال تاني حاجة اتجاه السهم او اتجاه خطوط المجال اتجاه خطوط المجال هو اتجاه القوة على اي شحنة اختبار موجبة في المجال الكهرابي يعني لو عايز اعرف لو انا عندي شحنة موجبة عايز اعرف خطوط المجال بتاعتها هيبقى اتجاهها فين فهجيب شحنة اختبار موجبة حطها في مجالها واشوف اتجاه القوة اللي مؤثرة على شحنة الاختبار دي تتوقعها تبقى فين بالزبط بيبقى فيه بينهم قوة تنافر وبالتالي القوة المؤثرة على شحنة اختبار موجبة هو ده اتجاه المجال فعشان كده بنقول اتجاه المجال بتاع اي شحنة موجبة بيبقى متجه للخارج طب تعان شوف لو الشحنة دي سالبة تعان شوف اتجاه خطوط المجال بتاعها هيبقى عامل ازاي فهاجي برضو وحط شحنة اختبار موجبة في المجال بتاعها واشوف اتجاه القوة المؤثرة على شحنة اختبار موجبة موجودة في المجال بتاعها هيبقى اتجاه المجال عامل ازاي اكيد هيحصل بينهم قوة تنافر فالقوة اللي هتأثر على شحنة الاختبار موجبة دي هتنجذب للشحنة السالبة وبالتالي اتجاه المجال بتاع اي شحنة سالبة بيبقى للداخل بالمنظر ده كده فدي اول قاعدة كده نكون عارفينها ان اي شحنة ان اي شحنة موجبة مجالها للخارج اي شحنة سالبة مجالها للداخل طيب في نقطة تانية ومش عايزين نتلغبط فيها ايه هي احنا خلاص عارفنا ان الموجب مجاله للخارج والسالب مجاله للداخل طيب احنا عايزين نعرف لو احنا حطينا شحنة موجبة جوة المجالين دول القوة اللي هتتأثر بيها هتبقى في نفس اتجاه المجال ولا عكس اتجاه المجال تعالوا نشوف لو حطيت شحنة موجبة جوة المجال بتاع الشحنة دي فاكيد هتتأثر بقوة للخارج يعني مع اتجاه المجال طيب ولو حطيت شحنة اختبار موجبة داخل المجال بتاع شحنة سالبة فيتأثر بقوة الفين في نفس اتجاه المجال فافهم من كده ان اي شحنة موجبة بتتحط في مجال كهربي فالقوة اللي بتأثر عليها بيكون نفس اتجاهها هو اتجاه المجال طب تعالوا نشوف العكس لو انا جيت وحطيت شحنة سالبة عندي شحنة موجبة هي مجالها اهو هحط شحنة سالبة هنا هي واشوف احنا عارفين ان اتجاه المجال عامل كده طيب السالب مع الموجب بيحصل ايه تجاذب يعني اتجاه القوة بيبقى فين لجوة فافهم من كده ان هي بتمشي عكس اتجاه المجال طب لو شحنة سالبة ودي مجالها وحطيت شحنة سالبة في مجالها وانا عارف ان اتجاه المجال عامل كده طيب السالب مع السالب بيحصل له ايه تنافر وبالتالي بتبقى القوة في الاتجاه ده والمجال في الاتجاه ده فبيبقى ورضو عكس الاتجاه فلو حطيت شحنة سالبة داخل مجال كهرابي هتتحرك عكس اتجاه خطوط المجال في الحالتين مشت العكس طب احنا بنستفيد من ده بايه لو جالك في مسألة وقالك ان انت حطيت شحنة سالبة داخل مجال الكهرابي لشحنة والشحنة دي تحركت اتأثرت بقوة وتحركت ناحية اليمين فتفهم من كده ان اتجاه المجال بتاع الشحنة دي فين بالزبط فتكون عارف ان القوة اللي بتأثر على شحنة سالبة داخل مجال بتكون في عكس اتجاه المجال فافهم من كده ان المجال لليسار والعكس صحيح بالنسبة للشحنات المجابة طيب يشير التباعد بين الخطوط الى شدة المجال يعني لو احنا عندنا شحنتين زي دول فانه مجالها شدته اكبر فالخطوط هنا متبعدة فبتدل على ان المجال هنا اضعف كل اما الخطوط تبعدت كل اما المجال كان اضعف كل اما الخطوط تقربت كل اما المجال كان اقوى طيب لو احنا في نفس الشحنة بس يعني لو اخدنا الشحنة دي هنلاقي ان المسافة ما بين خطوط المجال مش منتظمة يعني هلاقي هنا المسافة قليلة وبالتالي شدة المجال اقوى هلاقي المسافة هنا اكبر وبالتالي شدة المجال اضعف وده زي ما احنا قلنا كل اما بتزيد المسافة كل اما بتقل شدة المجال فهنا اتجاه المجال اقوى في المكان اللي بتقترب فيه الخطوط من بعضها والمجال بيبقى اضعف في المكان اللي بتتبعت فيه الخطوط المجال عن بعضها عشان كده بنقول ان المجال الكهرابي حوالين الشحنات بيكون غير منتظم يعني ايه غير منتظم يعني شدته مش ثابتة على اي بعد بنلاقيه قريب بيبقى اقوى ابعد بيكون اضعف طيب اتجاه المجال الكهرابي بين شحنتين مختلفين بيكون دايما من الموجب للسالب لو انت جبت شحنة موجبة وشحنة سالبة فاحنا عارفين الموجب مجاله بيبقى الخارج والسالب للداخل فلما تيجي تحطهم هما الاثنين جنب بعض هتلاقي خطوط المجال دي تبقى عاملة كده فدايما خطوط المجال ما بين شحنتين مختلفين بتتجه من الموجب للسالب طيب اتجاه المجال الكهرابي عند اي نقطة هو المماثل المرسوم على خط المجال عند تلك النقطة يعني ايه اخدنا في الصف التاسع وفي الرياضيات يعني ايه مماثل لو انت عندك دايرة فاكرين لما قلنا وانت في الحركة الدائرية المنتظمة لو انت معاك خيط ورابط في كورة وبدأت تلفها حركة دائرية وفي لحظة سبت الحبل الكورة دي هتتجي فين فقلنا دايما بيبقى اتجاهها في اتجاه مماثل الدائرة ايه المماث ده هو الخط العمودي على نص القطر فهنا نفس الكلام انت عندك شحنة فلو انت جبت شحنة هنا فاتجاه القوة عليها زي هنا كده لو انت جبت شحنة هنا فدي كأنها دايرة عاملة كده فلو انت جبت شحنة هنا هتتحرك بقوة اتجاهها فين في اتجاه المماث للدائرة دي لو انت جبت شحنة هنا هتتحرك ازاي هتتأثر بقوة كده لو جبت شحنة هنا هتتأثر ازاي بقوة كده فاتجاه المجال عند اي نقطة هو المماث المرسوم على خط المجال عند النقطة دي طيب واخر حاجة لازم تعرف عن خطوط المجال ان هي لا تتقاطع يعني لو انت عندك شحنة مجابة كده وشحنة مجابة تانية احنا عارفين ان خطوط المجال عاملة كده طيب لما اجي حط الشحنتين المتشابهتين دول جنب بعض ايه اللي هيحصل هتلاقي المجال ده ماشي كده ولكن هيلاقي واحد شبهه جاي قدامه فهيقوموا حاودين ده ماشي كده ده ماشي كده فهتلاقيهم اموا حاودين لان خطوط المجال لا تتقاطع امال ايه اللي حصل هنا ده كان طالع وده كان داخل فالتنين ماشيين في نفس السكة فلاقيتهم راح من المجابة للسالب لكن الاتنين دول طالعين في وش بعض فعمرهم ما يخبطوا في بعض فعشان كده الشحنات المتشابهة تلاقي ان خطوط المجال لا تتقاطع فمعنى كده ان انت لو جيت وحطيت شحنة اختبار هنا فدي مش هتتأثر باي قوة في اي اتجاه ليه؟ مفيش خطوط مجال اصلا تأثر عليها فلانت اتعرض الشحنة في المركز لأي قوة كهربية ساكنة عشان مفيش خطوط مجال كهربي طيب احنا عرفنا ان خطوط المجال الكهرابي ده خطوط وهمية احنا بنعمل كل ده عشان نحاول بس نسهل على نفسنا التخيل بتاعها وازاي الشحنات بتأثر على بعضها عن بعد ففيه طريقتين بنمثل بيها المجالات الكهرابية الطريقة اللي احنا عدنا نحكي عنها من اول الفيديو ده اللي هي خطوط المجال الكهرابي ده نموذج سنائي الابعاد يعني يمين وشمال او فوق وتحت بس وتاني طريقة بنمثل بيها المجالات الكهرابية بزور الاعشاب معلقة في كمية من الزيت اللي هو المنظر اللي في الكتاب ده فلما تجيب شحنتين مختلفتين ده موجب مسلا وده سالب هتلاقي ان الشحنات هتلاقي ان فيه خطوط واصلة ما بين الاتنين بالشكل ده طبعا الاسهم هتبقى للعكس ولو جبت شحنتين متشابهتين هتلاقي خطوط المجال لا تتقاطع كده وفيه حتة في النص فضل فده نموذج بنسميه ثلاث الابعاد او ثري دي بيبين خطوط المجال ولكن ولا التمثيل ده ولا التمثيل ده بيكون هو المجال الكهرابي بزاته فالمجال الكهرابي ده حاجة واهمية احنا بنعمل كل ده عشان نسهل التخيل لكن ما نقدرش نقول ان دي خطوط المجال الحقيقية ولا دي خطوط المجال الحقيقية طيب فيه عالم في الاخر عمل جهاز كده فيه جهاز بنشوف ان لما الناس تلمسوا وبتلاقي شعارها زي الكهراب كده او شعارها واقف في الهواء هو ده جهاز اسمه فانديجراف فالمولد بداع بتاع فانديجراف ده ايه فكرته ان هو بيقدر يجمع كمية كبيرة من الشحنة على قبته الفلزية هو الجهاز عامل كده ليه قبة فلزية عاملة كده ومن جوه عبارة عن استوانطين وفيه بينهم حزام ادي استوانا وادي استوانا وادي الحزام اللي ما بينه طيب فبنقول ان لما بيلمس الشخص القبة الفلزية دي فالشحنة اللي موجودة على القبة الفلزية وهنقول دلوقتي جات منين هو بيبقى عليه شحنة موجبة كبيرة وبالتالي هيبدأ الشخص السالب ينجزب ناحية القبة الفلزية وبالتالي الشخص هيتبقى شحنته موجبة فلما تبقى شحنته موجبة اكتر حاجة هنلاحظ التأثير فيها شعرك شعرك لما يبقى كل شعراي عليها شحنة موجبة فإن لا يحصل هتبدأ تتنافر ويبدأ شعرك يقف فبنقول الشحنة الموجودة عليها تجذب نحوها الالكترونيات الموجودة على جسمك فيحمل شعر الشخص شحنة موجبة وتتنافر الشعيرات المنفردة مع بعضها البعض وبتصطف الشعيرات مع المجال الكهرابي الموجود حول رأس الشخص فبنستدل يعني من التجربة دي على إن في مجال كهرابي واهمي والشعر بتاعنا بياخد نفس شكل المجال ده وشوفوا فيديوهات ليها على اليوتيوب طيب هو بيشتغل ازاي يتكون من حزام يتحرك بواسطة استوانطين لما بنشغل الجهاز بتدور الاستوانة السفلية وبيتولد بالدالك بينها وبين الحزام محصلة شحنة سالبة على الاستوانة يعني الاستوانة اللي تحت دي لما بتتحرك هي مصنوعة من مادة لما يبدأ يحصل دالكة أو احتكاك ما بينها وبين الحزام بتبدأ محصلة شحنة سالبة على الاستوانة وشحنة مجابة على الحزام يعني بتبدأ هي تكتسب الشحنات السالبة ويبدأ الحزام تبقى شحنته مجابة فيبدأ ياخد الشحنات المجابة دي ويطلع فوق بيعمل نفس الكلام مع الاستوانة اللي فوق فيبدأ ياخد الشحنات المجابة دي أو يديلها يعني الشحنات السالبة ويبدأ هو ياخد آآ يكتسب شحنة مجابة ويبدأ يوصلها لقبة الفلزية فيبدأ يتجمع كمية كبيرة من الشحنات المجابة على القبة الفلزية دي طيب ملاحظات عشان نعرف نحل أي مسألة في الجزء ده لازم تحدد في الاول هل المسألة عبارة عن شحنة داخل مجال واللي عبارة عن شحنة أساسية وعايزة إيس المجال بتاعها إيه اللي هيفرق لو شحنة داخل مجال فهنستخدم القانون إن الإي بتساوي F على Q داش فلو كانت شحنة مجابة فهيبقى اتجاه المجال يعني لو قال لي إن هي بتتأثر بقوة اليمين وبالتالي فاتجاه المجال هيبقى نفس اتجاه القوة ولو كانت شحنة سالبة وقال لي إن هي بتأثر بقوة ناحية اليمين وبالتالي يفهم من كده إن اتجاه المجال بتاع الشحنة لليسار طيب أما لو كانت شحنة نقطية أو شحنة هي مصدر المجال يعني فنستخدم القانون E بتساوي K في Q على R تربيع فخلي بالك دي Q داش اللي هي شحنة داخل مجال ودي Q اللي هي مصدر الشحنة طيب اتجاه المجال هنا بيبقى إزاي لو شحنة مجابة يبقى لاتجاه المجال الخارج لو شحنة سالبة يبقى اتجاه المجال للداخل أتمنى كده يكون تخيل ومعرفة المجال الكهرابي واضحة وإن شاء الله نحاول نحل أسئلة في الفيديوهات الجاية ولو وقف معاكوا أي حاجة بعتونه واشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر